مثير، هذا ما قال وزير الأوقاف عن رب البنوك أمام الملك قال وزير الأوقاف الشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بأن المرجع في المعاملات البنكية هو المجلس العلمي الأعلى الذي أصدر إلى حد الآن أكثر من 170 فتوى في الموضوع واعتبر إحداث معاملات بنكية فيما يسمى بالمالية التشاركية من مظاهر تجديد نظام إمارة المؤمنين في هذا الباب وانتقد التوفيق في أول درس حسني ألقاه أمس الجمعة أمام الملك محمد السادس من أسماهم ببعض المتكلمين في الدين الذين أحرجوا ضمير المسلمين بالقول إن الربا هو الفائدة على القرض بأي فائدة كانت وأوضح التوفيق بأن معظم الاقتراض في هذا العصر للضرورة أو الاستثمار وما يتم أداءه من فوائد يتعلق بثمن الأجل ومقابل الخدمات فيما الفائدة تقل بقدر نمو الاقتصاد في البلد ويرى التوفيق بأن حكمة القرآن الكريم في تحريم الربا جاءت للقطيعة مع ممارسات كانت شائعة في بعض الحضارات القديمة بحيث كانت هذه الممارسات تقوم على استعباد العاجز عن رد الدين بفوائد مضاعفة وهو ما استنكره بعض فلاسفة اليونان ولنا أن نتساءل هل سنشهد عصراً جديداً بقراءة جديدة للدين وبإحداث أحكام جديدة تتناسب وتتساير مع مستجدات العصر؟